كابتر خالد بجد أنا يعني قريت عن حضرتك وقريت جزء برضو من الكتاب بس مش كله عشان أبقى صادقة وحاجة مشرفة جدا ومعليش بقى إحنا عايزين الأجيال بتاعتنا والله صغر مننا كمان تسمع وتتعلم بداية كده كابتر خالد إزاي أصلا حطيت الفكرة في دماغك وإنت صغير وقلت أنا عايز التحدي ده تحديدا وإزاي كان فيه صعوبات عشان أقدر أن أنا أوصل وعبر المنشو والناس اللي كانت بتقول لك لأ يا خالد مش هتقدر لأ يا خالد دي صعب عليك لأ مش خلينا نسمع من حضرتك هو الحقيقة بالبداية دايما بتبتدي من البيت والأسرة من الأب والأم عمتا أنا ما اعتبرتش نفسي أن أنا عندي أي حاجة والدي كان بيعملني معاملة أن أنا إنسان عادي جدا ما فيش أي مشكلة خالص كنت بعمل مع الأصحاء وأنا صغير في نادي التوفيقية وخدت بطولة الجيزة للسبحة حتى عشر سنين معهم كنت متميز بحيطة أن أنا أحاول أن أصر أن أعمل الحاجة دي وبعدين لغاية سنة 18 سنة ولعبت هندبول وكنت لعيب مميز ماشاء الله بجد كنت بلعب هندبول وكنت وينج رايتس لنادي التوفيقية برضك وكسبنا بطولة الجمهورية ولعبنا ضد النادي الأهلي ونادي الزمالك وكسبناهم وكنت لعيب مميز الحمد لله الفكرة جات لي لما سمعت عن الناس اللي بتعدي المنش بره وفي مصر هنا لأن مصر ديها تاريخ عظيم جدا طبعا ونهر النيل بتاعنا يشهد على عظمة المصريين في السباحة الحقيقة مش أي مكان تاني نهر النيل العظيم بتاعنا والحمد لله اتمرنت سنتين وطلعت عشان عامل محاولة عبور المنش كانت سنتين عمت في ضميات وعمت بالليل وعمت الصبح كله بقى لازم الأجواء تبقى بشكل وفي درجة حرارة مية 11 درجة مقوية وعمت في كل مدن القنال الحمد لله وفي اسكندرية كان في حتة عظيمة جوايا كان والدي طبعا حططها في قلب الواحد دايما انت لما انت نويت على حاجة تعملها فدائما عندك الإراضة والعزيمة والإسرار وفي نفس الوقت برضك إيمانك بالله وتوضعك هو اللي بيخليك توصل للحاجة اللي انت عايزة صحيح 16 ساعة كابتر خالد 16 ساعة عم يعني برضو كتير جدا ومتعبة جدا ده حينما بنعوم ربع ساعة بالنتعب يعني فترات الراحة كانت ازاي وقتها وحديك عمت بين يعني كان انجلترا وفرنسا برضو وفرنسا مزوط كده حسب معلوماتي لا خلينا نسمع القصة بقى نفسها حاضر أنا العبور المنشي نفسه هو بيحض بحر المنشي ده من الشمال لبحر الشمال ومن الجنوب المحيط الأطلنطي وبعدين من جنوب انجلترا لشمال فرنسا من دوفر لكالي أنا كل الوقت الحمد لله أنا أقول لك دي يوم من عمري في السباحة مع الله في التصبيح ربنا بمنطقة الصراحة يعني أنا دائما أحب قبل منزل برمي كل حاجة لربنا أنا عملت اللي علي لكن حاطط ربنا في الأول وفي الوسط وفي الآخر فدايما ربنا تليب يقف مع الإنسان اللي بيبقى متواضع وحاطط دماغه لتحت عشان يوصل بالزبط الإصرار والإيمان بنفسك والإيمان اللي ربنا حيوى في أكتبه فانزلت ما في الشعل للساني إلا الله لا إله اللي هو الحي القيوم الحمد لله إلى الآخر لغاية ما خلصت نص القرآن اللي لا حفظه الحمد لله ودي كانت بديني دفعة وحسستني بأمن وبأمان الحمد لله وبعدين كان فيها حت الوطنية بقى أن أنت بتحب بلدك ونفسك تعمل حاجة تمثل بلدك وتشرف بلدك وإسبك يتكتب موصوعة جنس وإسبك يتحط في كتاب عبر المنش كأول مصري والحمد لله لغاية النهاردة بعد أكتر من 38 سنة لسه ما تلاقيش يسباح بيعوم بإيد واحدة عشان يكسر الرقم الحمد لله